قلتلي تلمة كده مهمة جدا منفضل كنت بقلد محمود بكر جدا بقى بعشى الكابتل محمود ازاي بقى الكابتل محمود ده ده يقولك النهاردة لو الاهلي قدر انه يكسب والدنيا شتت واللي بيشرب سجارة في البلكونة واللي بيشرب شاية شاية في البلكونة سيادة محافظة اسكندرية تراما مش شال الكابتل محمود ده حدوت متعة لا لا حدوت مقلتش محمود لطيف لأ معرفش انت منحيتوش أصلا لأ لقيتو طبعا لغاية 16 سنة بس ما ادركتش ازاي تقلدو يعني انا مع الكابتل محمود لطيف كابتل لطيف توفى وانا عمري 16 سنة في سنوية عامة كنت بذاكر في سنوية عامة في المستشفى معا لغاية ما ربنا رحموا في 17 مارس 90 قبل كاس العالم 90 فكنت لسه 16 سنة ما كنتش لسه استوعبت يعني اقلد او ما كنتش استوعبت يعني ايه اتكلم او ااخد تنصت حد كابتل محمود بكر بقى كنت ابتدتها اكبر شوية على خبرات جدي ابتدتها استوعب ايه قصة ماشي ازاي فبتدت اقلد كابتل محمود بكر هو التعامل كان مع الكابتل محمد لطيف كان ازاي يعني بالنسبة لك انا كان يعني مساعب بلية بتاعه ما كذبش ان اقلد بلية اقلد كنت انا 10 سنين و 11 سنة هو كان ابتدى النظر ويدعف شوية او كنت انا اللي بقرى الجوابات بتاعته وكان بيكتب هو حتى عمود في جريد تلمسها انت اتسأل والكابتن لطيف يوجيب فكان بيجيله مسلا ازرف قد ما احنا عادين كده على الدسكة اقعد انا افتح الجوابات واراله كان طبعا تدى النظر ويدعف شوية اقراله الجواب من الف للياء يقولي طب اكتب الرد اروح انا كاتب كان دايما ان هو لي افيه شهير يعني يكون مش عارف مين اللي جاب الجواب يقولك مين اللي جاب الجواب كان بيسألك انا كان بيسألك انت ما انا اللي عاد جنبه الله بص كابتل لطيف الاخر كان الله يرحمه كان بيكتب ورقة بتشكيل هو اللي علمني ازاي اكتب بتشكيل على الفكرة والله ازاي يرسم الملعب بالجول هنا والجول هنا والنص الملعب والدايرة والاحتياطي فين والمدير الفني فين والحكم فين والدقيق فين ورقة هو قدام ورقة وانا قدام ورقة زيب الزبط ومسك قلم كده فما قدرش اتكلم اقول لك يا رطيفة كنت باشاورله ساعات انا بقى اندمج مع الجول لسه صغير برضو اندمج مع الجول فيقول لي مين اللي جابه يا فهم فادي اللي تطلع فروح مشاور له ما حصلش مرة قالك مين اللي جاب الجول فانتا ما كنتش عارف حصل لا ده مرة كان حصل تبديل وهو ما شافوش وانا ما شفتهوش فلاقيته عمال يشاور لي يعني انزل هات التبديل كنت عارف كان بيعوده في كبينة في استاد القايرة كده على بعد اعلى سنة من البودلة نزلت انا لغاية الملعب تحت جبت مين التبديل وطلهت قلت له بس مش عايزة اقول لك كان متنرفز مني جدا يعني ازاي ما اعرفش هو كان بيعشق شغله كان كابت محمد انت عارف كابت محمد ناطيف كان بيروح الى استادامة اسلام اه كان بيروح قبلها بساعتين انا كان اتقلي كده تلت ساعات مرة روحنا قبلها بساعتين مش عايزة اقولك عمل فيها ايه كنت انا السبب مش عايزة اقولك عمل فيها ايه ازاي ومش هجيبك معايا تاني وعاقبني اه بيروح ثلاث ساعات بيعيش جوه اجواء المطش كابت محمود بكر كده الكبار كده يدخل الاستاذ بدري يعيش الاجواء المبريض سيبك من احنا بنعلق من استوديو او جوه اوضف استوديو مع القنوات الحديثة دلوقتي احساس تاني غير المطش بالزبط احساس تاني غير ان انت تعلق من المطش يعني استاذ اسكندرية كباين اللي فوق دي وانت بتعلق وشايف الجمهور في وشك والاجواء وسمع الجمهور في ودنك بتفرق كتير زي بالزبط اللعيبة اللي بتلعب من غير جمهور وبجمهور انت كمعلق بتلعب وجمهور قدامك غير لنا ما فيش جمهور هي هي